تتكرر عمليات الإغلاق والأسباب متشابهة معبر ذهبوازن يعود من جديد إلى دوامة التجاذبات بين الجانبين التونسي الليبي فقد شهد المعبر إيقافاً لحركة العبور من الجانب التونسي يوم السبت غير أن الجهود الحثثة تمكنت هذه المرة من تطويق المشكلة سريعاً وإعادة فتحه بعد أقل من يوم واحد النائب بمجلس النواب التونسي عن دائرة تطوين الطيب المدني أكد إعادة فتح المعبر أمام حركة المرور صباح الأحد بعد قيام عدد من المواطنين للمحتجين مساء السبت بإنشاء ساتر ترابي على الطريق المؤدية إليه مما تسبب في إغلاقه أسباب الإغلاق هذه المرة تمثلت في احتجاج مواطنين تونسيين على تضييق سلوطات بلادهم التي تسعى لتطبيق القانون وإلزام التجار بالإجراءات القانونية على التجارة البينية بين تونس وليبيا أسباب تعيد إلى الذاكرة ما شهده المعبر خلال شهر أغسطس الماضي من عمليات إغلاق متكررة إذ تشابهت بين الأمس واليوم وجوهرها مطالبة التونسيين برفع القيود على السلع والبضائع القادمة من الجانب الليبي باعتبارها المصدر الوحيد لدخلهم وكانت تلك المطالبات قد تزامنت مع إغلاق معبر سجدير لمدة شهر ما ضاعف عدد المسافرين بمعبر ذهبوازن إلى ثلاث مرات وخلق ازدحاما شديدا لنحو ثلاثة آلاف مسافر يوميا وهو ما يفسر معاناه المواطنون الليبيون وخاصة من المرضى والتجار من طول انتظار وضياع مصالح بقاء الأسباب دون حلول جذرية وحوار صريح يأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين من الجانبين وأمن البلدين الشقيقين على حد السوا ينذر بعودة موجات الإغلاق في كل مرة بمعبر ذهبوازن الحيوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر